موسيقى مساء الخير وضعت روسيا خطة عودة النازحين في متناول الأياد اللبنانية وحضر مندوب الرئيس فلاديمير بوتن إلى بيروت حيث بدأت عمليا أولى مراحل التنسيق وتركت التفاصيل إلى اللجنة المشتركة على أن تضمن روسيا خلالها التواصل مع الجانب السوري وعلى دفاف العودة تمت مقاربة وضع النازحين وعقد اجتماع في قصر بعبدة ضم الرئيسين عون والحريري بعدما غادر الرئيس بري الاجتماع الرباعي اللبناني الروسي وإذا كان النزوح السوري قد أثمر حلولا روسية المنشأ فإن تأليف الحكومة لا يزال خاضعا لزيارات ذهابا وإيابا نحو بعبدة من دون لائحة معتمدة ويرجح عدم بتئي من الصيغ في انتظار عودة الوزير باسيل من واشنطن وفيما أعلن رئيس حزب القوات سمير جعجع أنه لا يتنازل إلا لمار شربل طلب اليوم شفاعة مار ميشيل عون وسأله التدخل بقوة ووضع كل ثقله مع الأطراف المعرقلة للوصول إلى تأليف الحكومة وقال جعجع بعد اجتماع تكتل جمهورية القوية إنه لا يمكن أن تقدم القوات على أي تحالفات أو تكتلات بغية مواجهة العهد لأنها ترى نفسها جزءا من هذا العهد لكن آراءنا منسجمة مع المستقبل وأمل والتقدمي بشأن تشكيل الحكومة لذلك نقوم بتنسيق المواقف فيما يتعلق بهذا الأمر حصرا والفراغ على مستوى التأليف جرى تعويضه اليوم بحشد القوى زحفا نحو مجلس النواب وأولى لجانه المشتركة وقد أنبت زرع اللجان ثمرتين في البيئة والفساد لكن حرب إلغاء مورست على نائبي حزب الكتائب جميل وحنكش مع طوفين على نائبة البيئة بولايا عوبيا ولد مناقشة مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة برز اجتماع نيابي غير اعتيادي أو إجماع على تبني حلول ستؤدي إلى سياسة المحارق باستفاء الكتائب ويعوبيا الذين منعا من إبداء الرأي ولما كان السياسيون اللبنانيون نوابا ووزراء ورؤساء لا يوحدهم إلا الصفقات ولا يجمعهم رأي إلا وراءه محرقة من المحاصصة فقد ذهبت كل التقديرات نحو صفقة محارق قادمة على البلد أو سوكلين اثنان يسترزق منها الجميع لكن الحريق الثاني في اللجان حمله قانون حماية كاشفي الفساد الذي كان قد أعده النائب السابق السنم خيبر وعمل على مواده سنوات عشر ومع أهمية القانون المعد على أيدي مختصين وخبراء فإنه سوف يصطدم بجدار قانوني أو بجدار قانوني محاكمة الرؤساء والوزراء والإثراء غير المشروع فمن سيجرؤ على تقديم إخبار أو معلومة ضد رئيس أو وزير أو نائب أو مدير عام وإذا فعل فإنه سوف يجد نفسه هو المتهم الذي عليه أن يدفع غرامات بدل تشويه سمعة والمشكلة ليست في وضع القوانين وتشريعها بل في الإرادة السياسية لمحاربة الفساد رؤساء من العالم تمت محاكمتهم وبعضهم أوضع السجن وفقا لقوانين عادية مرعية الإجراء من رئيس الفلبين السابق جوزافي استرادا إلى الإندونيسي سوهارتو والبرازيلي لولا دا سيلفا والبيروفي ألبيرتو فوجيموري واليغزلافي ميلوزوفيتش وصولا إلى الفرنسي نيكولاس ساركوزي والإسرائيلي إيهود أولمرت وقبله عيزا وايزمن واليوم بن يمين نتنياهو هؤلاء سقطوا بضربة قضاء عادي وفي لبنان يأتينا قانون محاكمة الرؤساء والوزراء ليحمي السادة السياسيين مما ارتكبته أيديهم السود ترجمة نانسي قنقر